دعنا نرى الآيات في القرآن ويش تقول آيات طبعا كثيرة في القرآن عن الزكاة كلها مطلقة 30 آية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما يقول الله بالقرآن إل من تطون الزكاة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب العبيد اعتقوا العبيد بالزكاة السائلين واحد يسألوا الطي خلص هذا يقول لك أنا فقير معناته ما تروح بعد تبحث وتدقك فيه وأيضا يتاموا المساكين أعطيهم بعد آية ثانية آية 177 البقرة آية أخرى صورة التوبة آية 60 إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين مديونين وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل ما تعرف أنت واحد مضايع فلوسه بالسفار وما يدري شوانا رجع البلدة تخلت تذكرت رجع البلدة فريضة من الله والله عليم حكيم في الآيات الكريمة كلها مطلقة ما بيهلاء صفة الإسلام ولا صفة الإيمان فمنين إجهوا فقهائنا الكرام جابوا هنا هالصفات الشروط الدقيقة اللي حطوها خلنشوف نرجع الأحاديث نروح راجع الكافي هناك المصيبة الأظنى في الكافي الكليني الكافي الزكاة كتاب الزكاة يعني 14 باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج هذا عنوان كتاب الكافي موضوع الزكاة الكافي 12229 على واحد محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام فيما مصادر في حديث إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين أيضا مطلقة ماذا يقول إلما تضطوها ماذا يقول أعطوها للمؤمنين أو اللي يعتقدون بالولاية فقراء والمساكين زكاة الفطرة تحدث عنها 12232 حديث ثاني وبإسناده عن فلان عن فلان قال كتب إليه إبراهيم بن أقبة يسأله عن الفطرة هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن فكتب فكتب إليه لا ينبغي لك أن تعطي زكاةك إلا مؤمنا إليه 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 أقبة لنقرأ أحاديث وإلى أقبة أيضا الكافي 12232 محمد بن علي بن حسين في عيون الأخباب بأسانيده عن الفطل بن شادان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون هو خليفة يساوي بين جميع الناس وزكاة الفطرة فريضة إلى أنقال ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية ما أدرس المأمون أخذ بها الفتوى طبقها رح يكسل بين الناس اللي عنده ولاية واللي ما عنده ولاية بس مشكلة كبرى بالمهم هذا الرواية تقول أنه الإمام كتب له الشكل تسمحوني أنا يعني معذور في شرب الماء 12234 عم فلان عم فلان عم فلان المالك الجوهني قال سألته أبا جعفر هنا الباقي عن زكاة الفطرة فقال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا يعني واحد حتى لو كان كافر بس يكون ما يفتهم بالدين وبالهذا تعطيه أيضا 12238 رقم الحديث هذا خمسة وبإسنادي عم فلان عم فلان قال سألته أبا إبراهيم يعني موسى الكاظم عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران وأحقه بها فشوفوا هنا الروايات الآيات مطلقة وإحنا على أساس الشيعة نؤمن بالقرآن أولا مو بالحديث أولا ولكن بعض الأخباريين وبعض الناس اللي ما أدش أقول عنهم مثل الحنابلة الحديث أولا الحديث الضعيف يخصص القرآن يكيد العام المطلق يعني نسفنا القرآن يعني تخلينا عن القرآن بهذه الطريقة بهذا بهذا المنهج بهذا الأسلوب يعني نفسنا القرآن الله يقول أعطوه زكاة الناس الفقراء هو يقول لا أول شيء مسلم لو ما مسلم بعدين هذا مثلا مؤمن ولا مو مؤمن ثم متدين لو ما متدين ثم عالم لو ما عالم ثم ما أدري أخلاقها زينة لو مو زينة شنو الشرطها من أين جايب إيها فهنا المشكلة هنا أدنى أحاديث متناقضة شوفوا أحاديث يعني الجايب الكافي بعضها يقول أعطيها يقول أعطيها نعم الجران أحقوا بها حتى لو من غير أهل الولاية أعطيها هذا الإمام المسئل الكاظم يقول وأبو جعفر يقول تعطيها حتى غير المسلمين ما لقيت مسلم مسلم ما يقول لك شيئي أعطيها أيضا لغير المسلم فمستضعفا يعني لتطي واحد عدو إليك طيب بعدين تيجي إلى الرضا يقول لك لا أهل الولاية هذا الفضل النشاذان أحاديثة عجيبة غريبة المهم ينقل عنا هذا وكلها عن 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 يعني السند الرواية كلها ضعيف مو حدثنا فلان حدثنا فلان أخبرنا فلان عن عن واحد ينقل مبعيد يشمر الرواية أنا سامحة فلان يقول هالشكل وتمشي أي وهنا أدنا الرواية هذه اللي قال كتب إليه إبراهيم العقبة اللي هو مصادق يبدو هالجوز أعطاهها غير مؤمن فكتب إليه لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا هاي الرواية ستتعارض الروايات الأخرى وتعارض القرآن تعارض إطلاق القرآن سمع معارضة يعني كاملة مية بالمية بس بالتالي نسخة القرآن أو طياراته الآية بعد مدرط الآية عامة هو أجل خصصها أو مطلقة أجل قيدها ف جماعتنا الفقهاء يجون يشوفون هالروايات يأخذ لفترواية معها مثلا وفي ظروف التوتر السياسي ظروف الصراع ظروف الأنف ظروف المعارضة ظروف ما أدري شنو نوزحها على جماعتنا مثلا يتقوم بطلعون فتاوة عبر التاريخ وبعدين يجون العلماء واحد بعد واحد واحد أقل الثاني أعمى وراء أعمى يعني تقليد أعمى تقليد أعمى يقول لك بعدين أنا صرت مجتهد أنا صرت مرجع أنا صرت أعلم الناس كيف أين العلمية أين الألم أين الاجتهاد أول يرجع للقرآن شوف القرآن شون يقول القرآن مطلق ما فيه أنه عطوا الزكاة مسلمين أو غير مسلمين ابن السبيل أي واحد ضيق فلوسه بالطريقة تطيع حتى يرجع لأهله حتى له كان غني في بلده أو الفقراء المساكين ويتعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرة ما بي الفقرة أسير كافر أيضا قد يكون هذا تعطي الأسير ف